دلوقتي معد مجز الأهم الأخبار مع هالة شكرا شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينج مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العالمين الجديدة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حيث أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة كما أكد موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه هذا وأوضح متحدث رئيس أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن السودان الشقيق مشيرا إلى أن اللقاء تناول أيضا تطورات مصار دولة دول جوار السودان فضلا عن مناقشة سبول التعاون والتنصيق لدعم الشعب السوداني لسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة أعلنت وزارة الطيران المدني عن تسيير أول رحلة جوية مباشرة من القاهرة إلى بورسودان اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل ويأتي القرار بعد أن أعادت السلطات السودانية فتح المجال الجوي في القطاع الشرقي من البلاد بعد إغلاقه بالكامل منذ خامس عشر من إبريل الماضي عقبا دلاع السراع في البلاد أعقدت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب الليبي والدولة 6 زائد 6 اجتماعا بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي لمناقشة الملاحظات المتعلقة بمشاريع قوانين الانتخابات وفق ما صرح به المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بلاحق وناقش الجانبان النقاط محل الخلاف والبدء في وضع بنود وحلول توافقية أعلن ضباط كبار بالجيش الجابوني استلاءهم على السلطة في الساعات الأولى من صباح اليوم وأعلن الضباط إغلاق حدود البلاد لأجل غير مسمى وحل مؤسسات الدولة وأشاروا إلى أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الجابون ويأتي ذلك عقب إعلان مركز الانتخابات في الجابون اليوم فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية وحصوله على أكثر من 64% من الأصوات وشهدت الانتخابات الرئاسية عقب انتخابات عامة تأجيلات وزعمت المعارضة تزوير النتائجها قال ميخايل فدرنيكوف حاكم منطقة بيسكوف إن الجيش الروسي صد هجوما بطائرة مسيرة على مطار مدينة بيسكوف التي تقع في غرب روسيا وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام روسية دخانا أسودا كثيفا يتصاعد فوق المطار بان ما قال سكان المحليون إنهم سامعوا دوي انفجارات وإطلاق نار ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس نقلا عن مسؤولين في الطيران المدني الروسي إن المجال الجوي المحيط بمطار فانكوفو في موسكو أغلق لفترة وجيزة في وقت مبكر من اليوم وعادت السلطات فتح المطار أمام حركة النقل الجوي وصدر أمر الإغلاق بعد أن قال مسؤولنا إن الجيش صد هجوما بطائرة مسيرة على مطار في مدينة بيسكوف مما ألحق أضرارا بأربع طائرات نقل عسكرية قالت الإدارة العسكرية المحلية في كييف إن شخصين قتل جراء تساقط حطام ناتج عن هجوم صاروخي استهدف العاصمة الأوكرانية يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الروسي أنه أسقط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة باريا ناسك الجنوبية وواحدة فوق منطقة أورلاوف في الوسط وواحدة فوق منطقة كالوجا جنوبي موسكو مضيفا إن إحدى طائراته دمرت أربعة زوارق سريعة أوكرانية تقل ما يصل إلى خمسين مظليا في عملية بالبحر الأسود نفت الولايات المتحدة وجود ذخائر عنقودية ضمن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا يونغ إن المساعدات المقدمة بلغت قيمتها 250 مليون دولار مضيفة أن المساعدات تشمل معدات لإزالة الألغام وذخائر مخصصة لسلاح المدفعية والدفاعات الجوية وأنظمة هيمارس إلى جانب أكثر من ثلاثة ملايين طلقة أعلنت القوات البحرية الأمريكية عن بدء إجلاء السفن والطائرات من القواعد في ولاية فلوريدا نظرا لإقتراب إعصار الداليا الذي من المتوقع أن يضرب سواحل الولاية وأكدت البحرية أنها قامت بإجلاء سفينة كوبرستون من قاعدة ميبورث البحرية وستواصل إجلاء السفن مضيفة أن السفن التي ستبقى في الميناء ستتخذ البحرية الأمريكية الإجراءات لضمان رسوها الآمن في ظروف التقس السيئة مشيرة إلى أن الطائرات التي لن يتم سحبها من المنطقة ستوضع في الحظائر المجهزة لتحمل الأعصير ورياضيا أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن إقامة قرات الدول الأفريقي يوم السبت المقبل الموافق الثاني من شهر سبتمبر وأوضح الاتحاد أن المباريات ستقام على مدار أربعة أسابيع حيث ستقام مواجهة الافتتاح في تنزانيا في العشرين من شهر أكتوبر القادم مضيفا أن المباريات في البطولة ستقام بنظام الذهاب والإياب وأشار كاف إلى أن مباريات نصف النهائي ستقام في الفترة ما بين التاسع والعشرين من أكتوبر إلى الأول من شهر نوفمبر المقبل بينما سيقام النهائي يوم الخامس والحد عشر من نوفمبر المقبل انتهى موجزة الثامنة وعودة لاستكمال باخي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل